ازايكم يا لاوبور? نهاردا ان شاء الله هنخلص براكتس تستوون. ياريت الناس كلها تبقى اه مصحصحة كده معانا وتركز. لان النهاردا ان شاء الله هنجاوب على كل الاسئلة اللي اتكررت مع الناس وفت قدامها. اه لان هي تقريبا بتبقى موجودة في السؤال من سبعتاشر لغاية اه خمسة وعشرين. اه في اسئلة كتير كانت بتقف قدام الناس. فالنهاردا ان شاء الله هنخلص براكتس تستوون. وان شاء الله هنحاول ان احنا نهاردا نغطي كل الاسئلة بتاعت الناس. ياريت الناس تركز معانا. يالله ويدك. السلام عليكم ورحمة الله. نهاردا ان شاء الله يا جماعة نرجع نكمل بقيت الاسئلة. النهاردا ان شاء الله هنقفل practice test reason 1. تمام. ياريت الناس تركز لاني الاسئلة الصعبة اللي جات عليها اسئلة كتير جدا هتتحلل النهاردا ان شاء الله بأمر الله ونخلص منها بأمر الله. ان شاء الله انا بعد كل سئال هبدأ ان انا اقول ايه المعيارة اللي انا استخدمته نستركز معانا الدنيا سهلا ان شاء الله ان فيش اي حاجة هنبدأ بسؤال 13 بيقولك ياريت تاني بأكد على الموضوع ده الناس تخلي بالها من السؤال السؤال رأس السؤال ده مهم لاني انت ممكن من رأس السؤال متعفش تبقى انت عايز هو هيكمل انت هتكمل سلسلة ولا هتطلع شكل ولا هتعمل ايه بالزبط او شكل لا ينتمي للمجموعتين مهم جدا قوي رأس السؤال عشان تبدأ تحل السؤال بتاعك فهنا بيقولك which figure is odd one out ايه الشكل اللي احنا هنوقعه مننا او اللي هو مختلف عن باقية الاشكال اللي معنا طيب سريعا كده هنلاقي ايه هنبص كده هنلاحظ ايه بمجرد النظر طبعا انا يعني خلاص انا قريدي حلية الاسئلة دي فانا ببدأ اشارك معكم بعمل brainstorming معاكم ان انا بقول لكم ايه الفكرة اللي انا طلعت بيها واللي هي الى حد ما بنسبة كبيرة هي دي الاجابة المنطقية يعني للأسئلة دي هنبدأ اول سؤال هو بيقولك هنا مديك اربع او خمس اشكال تمام هنا هنبص يعني انا هقول في الاخر ايه المعيقر هنلاحظ ايه المربعين مربعي سود ومربع عبيض افقي وعمودي الاتنين في نفس الاتجاه اللي هم احنا بنتكلمه هو السطر ده مع السطر ده متقطعين وكل واحد طالع منه مربعين واحد عبيض واحد اسود في نفس الاتجاه تعال jaką ندخل على بي تمام وايه المختلفين تمام والخط التجاهين متشابهين لكن الان المخت五ين دي نفس الكلام واحد مربعين في نفس الاتجاه والان المربعين مختلفين طب لاحظنا ان ايه هي اللي فيها الاختلاف لاني ايه هي اللي فيها الخطين المتقطعين وكل واحد طالع معايا مربعات ابيض وسود في نفس الاتجاه يبقى انا معايا هنا مش معيار لون هو هنا معيار الاتجاه معيار الاتجاه تمام هنا معيار الاتجاه ياريت بقى الناس تكتب كده يعني في الاخر وهي بتسمعني بعد ما بتسمع الحلقة تكتب كل واحدة على جنب كده معيار ايه عشان بعد كده يبدأ يطبق الحاجات دي ان شاء الله في الاسئلة اللي بعد كده اللي هتقابلنا بأمر الله خلاص يبقى ثاني سريعا كل سطر من دول متقطعين هدي سطر في الثاني كل واحد طالع منه مربعين في نفس معادة طبعا ايه هموا الوحيدة اللي فيها خطين متقطعين وكل واحد منه طالع مربعين في نفس الاتجاه هندخل على السؤال اللي بعده 14 السؤال 14 الموضوع بسيط جدا ما يغرقش الشكل المتخلف ده أول حاجة تعملها مجلك النوع ده من الأسئلة عد المربعات لانه ممكن يبقى المعيار عدد مش لازم زي ما جات قبل كده في راس التعبان انه كل مرة بنبدأ نتحرك حرقة ونزود مربع مع تغيير اللون قبل كده لو تفتكروا اول سؤال في الراكتس تست ريزن دي كانت اول سؤال خالص اللي هو كان التعبان للناس اللي تفرجت عليها في اول حلقة يعني اللي سمعت الفيديو في اول حلقة هتلاقي ان فيه شكل زي كده جيه في اول سؤال خالص كان ساعتها فكرته راس التعبان فهنا هنعد مربعات 1 2 3 4 5 6 7 3 3 6 7 3 3 6 7 3 3 6 هنا 3 3 6 وهنا المربع ده 7 يبقى لاحظنا ان ايه ان دي هي المختلفة عشان عدد المربع بتاعتها 6 السؤال اللي بعده هنا عايزين برضو ان نبص على الشكل اللي قدامنا كده هنلاحظ ايه هنلاقي فيه خطين متقطعين وهنا مربع ابيض مربع اسود جوه مربع ابيض هنا خطين متقطعين مربع اسود مع مربع اسود وفي مربع سود. سليم؟. خطين متقطعين مع مربعين جايين بالتقابل بالرأس. مربع أبيض مربع اسود. وهنا مربع اسود مع مربع أبيض برضو في خط وفي مربع في الربع الأول. الناس الفاق اللي كانت في الجبر وكده فاكرة ان ده كان اسم الربع الاول والربع الثاني والربع الثالث والكلام ده. وهنا برضو في الشكل ايه بيجايبلي مربع عبيض ومربع اسود وخطين متقطعين وفي مربعين بالاسود بالتقاطع بالتقابل بالرأس عفوا بيقولك برضو ايه الفجر ايه الشكل اللي في دول اللي احنا هنسقطه مننا. طيب. احنا لما تجلنا حاجة زي كده برضو بنبدأ نشوف طب هو اتجاه طب هو لون طب حركة عقرب ساعة مسلا. ابدأ قلب الموضوع في دماغك ومشيه وابدأ شوف طب هو اتجاه لا ما في يعني انا مش شاف ان هو فيه اتجاهم خالص. طيب ما نجي نشوف كده عدد مسلا. هنلاقي ايه? هنلاقي اني ادي مربعين بيد واحد اسود. مربعين سود ومربع عبيض. آآ مربعين بيد ومربعين سود. مربعين آآ بيد ومربع سود. تمام? آآ تلات مربعات سودة ومربع عبيض. طب لاحزنا ايه? اني آآ اللي تكرر معي ايه? واختها دي. ادي مربعين ابيض واحد اسود. مربعين ابيض واحد اسود. طيب. ايه تاني? مربع بي ودي شبيهه برضو. اتنين. احنا خلاص قلنا دي. ماشي. هنجي نشوف بي و سي. بي و سي. ادي مربعين سود. ايه بقى هي الكيس مختلفة خالص? هما تلاتة اسود واحد ابيض. تمام? تلاتة اسود واحد ابيض. فهي كسرة القعدة. هو احنا عندنا يا اما اتنين بيد واحد اسود. يا اما اتنين سود واحد ابيض. يا اما اتنين واثنين. لكن مفيش تلاتة واحد خالص. يبقى ايه? المعيار هنا كان عدد مع لون. عدد مع لون او والافضل ان احنا خلينا نقول ايه? هو اللون طبعا. مين اللي اللون؟ و بعد كده بي و هي العدد. فنحن عندنا هنا معيار العدد واللون. فهنلاقى ان الاجابة ايه هي? الاجابة الصح. ليه? لان هي 3 اسود واحد ابيض. اما بقيت الاشكال اتنين. يا اما اتنين و واحد. يا اما اتنين و واحد يا اما اتنين و اتنين. لكن ايه? كانت 3 واحد. يبقى الاجابة اي هي الصح. هندخل على السؤال اللي بعده. اه بص بقى هنا بيقولك which figure complete the series? برضه هنا بيقولك كمل لي بقى الايه السلسلة دي. فعشان كده رص السؤال مفيد. الناس ممكن يعني ما تاخدش بالها من راس السؤال ويبقى هو عاوز حاجة وهو بيحل في حاجة تانية فبالتالي بيضيع وقت وبيحل غلط فعشان كده الناس تقرى راس السؤال قوي طيب هو كان هنا جاب لمربع فاضي وبعد كده جاب لمربع بعد كده مربع عين تمام خلينا مركزين بس في الاماكن ويريت الناس كده تجيب وراء وقلم وتبدأ تكتب لانك انت اللي هتستنتج هو بيقول لك ايه الفجر اللي هيكمل السلسلة ايه الشكل اللي هيكمل السلسلة دي فانت اللي هتستنتج سليم فانت هنا كان في مربع عبيض فاضي خالص ما فوش حاجة بعد كده ابتدأ يتحط في الزاوية اللي فوق دي اعلى اليسار تمام اعلى اليسار مربع بعد كده اعلى اليمين مربع بعد كده راح نازل بمربع اسود اسفل اليمين بعد كده راح ايه رجعني تاني للخطوة اللي فوق يعني بدأ حط الأسود اللي هو أسفل اليمين مع المربع الأبيض أعلى اليسار راح مرجع حطة كل اللي فات يعني هو كل ما بيزود مربع بيرح حطه هي فاهم هي تعقب أشكال مع بعض زي بالزبط تصوير بطيق من الآخر كده الشكل ده عبارة عن التصوير البطيق كان مربع كان مربعين بعد كده لما تضاف الأسود ما جاب لكش وهو بيحط الأبيض وبعد كده راح أجايب الأبيض تمام و بعد كده راح ضايف الأبيض اللي هو كان متضاف أصلا مع الأسود كل مرة بيبدأ يركب يركب الأشكال فوق بعض لغاية ما انت في الآخر هتوصل لنتيجة معينة اللي هم ايه تعال نشوف بعد كده راح جايب مربع أسود على أسفل اليمين ما تنساش طبعا ان في مربعين هنا كانوا مربعين محطوطين يعني انت كل ما بتيجي تبدأ تضيف مربع جديد بينسى اللي كان حطه بعد كده يبدأ يضيف لما يجي يروح نائل على ستيب اللي بعدها يروح ايه مفكرك بالقديم عشان تدخل وتضيف الجديد فرح مفكرني محطط لي السودativeة اللي كانت إيه؟ اللي هي هنا مع البيضة اللي هنا والسودة اللي لسه بتضافه جديد اللي هي في اللي حتة دي راح اضافها هنا جديد تفتكر فاضل إيه فاضل اللي هيلي فوق دي فيبقى الشكل بالنسبالن هو إيه؟ هيبقى بالنسبالني الشكل اللي هيكمل السلسلة دي هو الشكل دي ولا إيه ولا بي ولا سي طبعا بي و سي غلط بالمرة ليه؟ غلط لاني انت عندك اصلا اربع مربعات كل مربع جه في مكان معين سليم تمام فهيبقى بالنسبة لنا طبعا اللي هي الاجابة هتبقى دي ليه؟ لان هي طبعا ايه؟ الاجابة المناسبة لاني زي ما احنا قلنا لو هنيجي نبص على السلسلة كان مربع فاضي مربع في التاني في التالت وهكذا كل مرة بيبدأ يخفي لك الحركة اللي قبلها وبعد كده روح ضايفها يعني هي ايه؟ زي لعبة بنجو كده حاجة زي كده يعني موضوع بسيط مفوش اي حاجة طبعا بيوسيه زي ما قلنا مش هينفع لان هم جايب لك ثلاث اشكال بس وهما ثلاث مربع مربعات كل مربع في مكان وايه مش هتنفع لانه هو شقل باجتجاهات ايه؟ شقل باماكن المربعات فطبعا الاجابة بالنسبة لنا اللي هي المناسبة الاجابة دي الناس تركز معايا لان احنا دخلين في الاسئلة الصعبة اللي جات عليها اسئلة كتير ايوا السؤال ده واللي جاي واللي جاي اسئلة صعبة وهي ولا صعبة ولا حاجة بس هي احنا عشان بنوهم نفسنا بالحاجة ان هي بتبقى صعبة فبنفضل ففهمين ان هي صعبة ولكن هي اتفهم اتفاها طيب خلينا نركز هنا السؤال بيقولك برتو ايه؟ الشكل اللي هيكمل السلسلة طيب الموضوع مش كيميا ولا فيزيا ولا اي حاجة الموضوع بسيط خالص انت بتبدأ تشوف تتابع لما هتيجي ببص هتلاقي ان الكولم اللي هو اللي انا بشاور عليه الكولم التالت ده اهو ده نتيجة للتوكو فالكولم التالت ده هو نتاج للكولم التاني والاول طيب مش فاهم عايزة فهم اكتر ماشي عم برضو تصوير بطيء هنا كانت البيضاوي كان افكي وبعد كده بدأ يقوم ويبقى رأسي سليم بعد كده بقى رأسي يبقى هو تصوير بطيء سليم بس الموضوع مش مش سيبك بقى من المربعات اللي جوه والحاجات دي يعني اصل انت لو جدت بص للمربعات دي مش هتلاقي لها تفسير بصراحة انا وانا بحل يعني انا عشان انا ادور على الاجابة اللي انا اقولها لكم والناس تكتنع بيها فلاقيت ان المربع ده هيتوهني وهيخدني لسكة تانية تبقى يعني هقول مثلا مربع ادي مربع ومربعين ثلاث مربعات طب ما شمعنا المربعين دول سود وده بيض مثلا يعني لو جينا بصنا له هنلاقي مثلا ايه ان المربع ده هتاخده هتحطه في الاتجاه ده والمربع ده زي ما هو مكانه واللي في النص هتنقله هنا وزي ما قلنا المربع البيضاوي ده كان افكي وبدأ يقلب رأسي بس يبقى انت الشكل جي نتاج للشكلين دول طيب لما تجيلك حاجة زي كده دايما خد الرول اخير كخد الرول اولاني كايفيدنس للرول اخير تاني لما تجيلك حاجة زي كده الرول تاني ده في الغالب او في معظم الاحيان على اساس ان انا حليت حاجات يعني كتير ما بيبقاش قوي زي الرول اولاني تمامي يبقى الرول التاني ده اللي هو ادي مربع التاني تالت ده اصلي ده انت عندك صف التاني التالت فالرول التاني ده انا مش شايفه قوي قوي هو كان هنا جايب لك مستطيل وجوا مربع سود مع كده المستطيل زي ما هو المربع السود ده طلع لفوق وكبر بابيض سبحان الله ومع ما تفهمش بقى دي عوامل تعرية ولا ايه وبعد كده وبعد كده دخلنا في المربع اللي هو التالت بقى ايه اللي حصل ان المربع اللي سود ده جي هنا والمربع اللي بيض ده جي هنا والمستطيل تشال شكرا يبقى انت بتبدأ تستنتج بناء على التو كولم اللي عندك طيب هنوصل للكولم التالت والاخير واللي هو عايزين فيه الحل يعني احنا كل ده معطيات هي دي حاجات دي جيفن بالنسبة لك انت بتخدها كايفيدنس عشان تسهل على نفسك الاجابة هنا كان ايه كان البيضاوي هتم بدأ بقى تمشيها بالعكس كان الاول هناك كان افكي بقى رأسي مسليم فهنا كان ايه رأسي بدأ يقلب عشان يتحول لأفكي ففي قلبيته دي كان ايه كان في مربع سود اهو بقى سود وهنا مربع عبيض مناش دعوا بيهم الافكي ده هيبدأ يطلع بعد ما يلف اللفة بتاعته يروح جاي شكل افكي طيب بالنسبة لك مش هينفع يكون غير انه هو هيكون افكي يعني ولا بي ولا سي ولا دي فانت لما تيجي ببصها هتلاقي نفس ترتيب الايه الصف التاني الاخير يعني نفس ترتيب الصف اللي هو كان افكي متقطعين عفوا رأسي متقطعين افكي هي هي رأسي متقطعين افكي فطبعا الشكل ايه بالنسبة لنا هو الاجابة الصح هو يا رب الناس تكون استوعبتها هي الفكرة ان انت الكولام التالت بتاخده كنتاج للكولام التاني والاول او مجموعهم يعني او ايه حركات متتابعة ليهم ده كان افكي بعد كده بدأ يقلب لشكل رأسي بس بشكل ايه زي ما بنقول كده تصوير كاميرا بطيق وبعد كده في الافكي في الكولام التالت بقى اه رأسي نفس الكلام بالنسبة لرول اخير عشان ما نطولش فيها وناخد وقت كتير نفس الكلام في الرول اخير كان رأسي بدأ يبقى افكي بالشكل اللي برضو بتصوير البطيق لغاية ما بقى افكي وبالنسبة لنا الافكي هنا مفيش غرافة ايه تمام وانا قلت ما تحكسش في موضوع مربعات هي يعتبر افدنس ضعيف جدا فانت خليك في حركة الشكل حركة الشكل يبقى معيار هنا حركة ندخل بقى في السؤال الناس كتير وقفت قدامها وعملت بكب الناس كتير بعتتلي رسائل على السؤال ده وانا لسه مكنتش سجلت الحلقة فكده كده ان شاء الله الناس تفهم يا ناس بتشوف ايه ده ايه القرف ده انا مش فهم حاجة الموضوع عادي خالص مفهوش اي حاجة خالص وهتلاقي انت الاجابة تفهم لما تجيلك حاجة زي كده جروب 1 وجروب 2 لازم تستدل من جروب 1 على معيار ولازم تستدل عفوا من جروب 2 على معيار او حاجة كررت معاك هنلاحظ ايه هنلاحظ ان في في الاربع اشكال يعني ادي شكل ادي التاني ادي التالت ادي الرابع في كل شكل من دول في الجروب 1 هنلاقي ان هو عبارة عن معين اسود او داياموند زي ما تسميها تسميها داياموند ومعاه تلاتة تلات اشكال بيض او ابيض تلات اشكال ابيض ايا كان الشكل ايه انا ما يهمنيش الشكل انا يهمني الكيسة نفسها تمام الحلقة اللي عندي قدامي بتقولي ان انت عندك داياموند او معين اسود معاه تلات اشكال ابيض لون ابيض معين اسود تلاتة ابيض معين اسود تلاتة ابيض معين اسود تلاتة ابيض ادي كده جروب 1 استدلينا اطلعنا منه بحاجة متشابهة تعالى نشوف جروب 2 هنلاحظ ايه ان عندنا مربع معاه تلاتة اشكال اسود العكس بقى ومربع معاه تلاتة اشكال اسود مربع تلاتة اشكال اسود مربع تلاتة اشكال اسود تعالى بقى نزلي في الاجابة يا معلم ايه الشكل اللي مش مطابق الحاجة دي هنلاقي ان ايه مطابقة لجروب 1 يبقى توفرت فيها الصفات والسؤال بيقولك ايه اصلا السؤال بيقولك السؤال بيقولك which figure belongs in another group يعني ايه انا هو اعز يقولك ايه الشكل الذي لا ينتمي للمجموعتين ايه الشكل اللي مش موجود لهنا لا يحمل خواص لجروب 1 ولا جروب 2 فهنلاقي جروب ايه بيحمل خواص جروب 1 اللي هو عبارة عن معين مع تلاتة ابيض بي بيحمل خواص جروب 2 دي بيحمل خواص جروب 2 تب سي ولا جروب 1 ولا جروب 2 يبقى سي هي الاجابة الصح متهيالي كده موضوع بسيط مفوش اي افتكاسات ولا اي حاجة صعبة تاني سريعا كده جروب 1 هو عبارة عن معين اسود مع تلاتة ابيض وجروب 2 هو مربع ابيض مع تلاتة اسود لقينا ان ايه و بي و دي بيتبقوا الجروب ايه طبعا جروب 1 و بي و دي جروب 2 سي ولا جروب 1 ولا جروب 2 هو عبارة عن معين مع تلاتة اسود طبعا الاجابة هتبقى هي سي اظن الموضوع بسيط مفوش اي حاجة صعبة عشان بس الناس كانت مصعبة الدنيا وانا مش فاهم وش عافية ورسائل والسؤال ده صعب جدا موضوع بسيط وانا باعتذر عن التأخير لان انا اصلا بحاول انا بقدر الامكان ان انا عندي شغل تاني فما ببقاش عارف اسجل فبحاول انا فرصة ان انا لو لقيت نفسي فاضي فاسجل الحلقة فباعتذر طبعا للناس اللي منتظر الاسئلة دي وان شاء الله حاول انجز بقية الاسئلة التانية وخلصهم كلهم في حلقتين عشان الناس اللي دخل على امتحانات تلحق تعرف تشوف الاجابات يعني ان شاء الله وامر الله فالسؤال اللي بعديه برضو نفس الموضوع ايه الشكل اللي بينتمي لجروب بس انا لاحظت ان فيه اصلا غلطة في اللحطة السؤال يعني اه والله اكتشفت غلطة سبحان الله ازاي ما تفهمش هنشوف دلوقتي انتو برضو هتتأكدوا ان هي غلطة معايا طيب تعال نشوف هنلاحظ ايه ان فيه في جروب 1 قولنا برضو بنقسم جروب 1 وجروب 2 وبنبدأ نطلع خاصية مشتركة في جروب 1 والخاصية مشتركة في جروب 2 ونبدأ ندور على الخواص دي في الثلاث ايه في اللي عندنا لقناها مطابقة اكيد لازم هيطلع شكل غير مطابق طيب تعال بقى نشوف هنا هنلاحظ ان فيه شكلين اسود تمام بالتقابل بالرأس في كل جروب 1 اتنين سود اتنين سود اتنين سود اتنين سود اتنين سود تعال نشوف جروب 2 جروب 2 هنلاقي الاشكال السودة جاية بشكل عمودي فوق بعض في كل يبقى دي الخاصية ادي متقاطع وعمودي تقاطع وعمودي ايه يتميمهم تمام التقاطع وعموس دي عندك عفوا الـ Church A لك هتلاقيهم طبق لي مطابق لو Group 1 Perhaps Select D Group 2 Cruz A نصل عندك معلش انا لو عمل هالي كده ما فيش ه muchís انت كله صح ما هو كده كله صح فين الغلط هو المفروض كان عمل ايه كان خلى الهلال ده مثلا طلعه فوق ونزل المعين ده تحت فبقت سي هي الاجابة الايه الصح ليه عشان مش يبقى فيه خاصية بتقول لي ان فيه اتنين من فوق اسود هو يتقاطع يبتقابل بالرأس يعني يشكل سنبوكسا كده يام عمودي لكن ما فيش اللي هو الافو كده فهو مفروض الهلال ده كان طلع لفوق والمعين ده نزل مكان والاجابة سي هي كانت الاجابة الصح طيب ايه الحل الحل انا لما جيت بسيط على الاجابة لقيت هو عملها ايه فانا يعني انا مش شايف ايه هي الاجابة خالص ممكن نطلع لها معيار اللي هو ايه بحيس ايه تعالى نبص كده هنلاقي اني مثلا الاشكال اللي هي في جروب وان جاية بالتوازي يعني بتلاقي ضلع موازل ضلع تمام او منحنة مع منحنة كده لكن ما فيش اللي هو هنا في شكل ايه ما فيش ضلع موازل ضلع هتلاقي في الاجابات برضو منحنة لمنحنة تمام دلع موزدلع لكن ايه هي فهو انت ده انا بالنسبة لي الاجابة المنطقية لو هنمشي لو هنسلم او اللي عايزين نطلع الاجابة اللي بتطابق المعايير او الخواص اللي موجودة في جروب وان وجروب تو هنلاقي الحل اللي انا قلته هو الافضل ان انا نخلي الهلال فوق والمعين تحته تبقى الاجابة سي هي الاجابة صح يا رب اكون عارف توصلها لكم الموضوع بسيط خالص مفوش اي كامية طيب الشكل ده لسيس جدا طبعا كلنا عارفين ان دي ضمنة اكيد يعني الناس كلها عارفة لضمنة طيب الحل طبعا فيه ناس بتشوف المنظر ده بتتصدم ايه ده انا ده ده جايب لي نارد وضمنة وبتاع احنا عاديين في قهوة طب انا حلها ازاي ده ده موضوع بسيط بالمناسبة بس انا عشان نسيت اقول المعايير باعتذر طبعا هنا احنا قلنا في الشكل ده انت بتقول معيار الايه الحركة هنا معيار اللون اللون والاتجاه معيار اللون والاتجاه سواء هنا وفي الشكل في السؤال 18 او 19 اللون والاتجاه طيب عشان انا قلت ان انا مع نهاية كل سؤال هقول المعيار المعيار اللي السؤال اللي هو اللي هو رقم 20 ده نلاحظ بص ان لا هنقول 6 5 4 3 2 1 0 تمام فطبعا هتبقى احنا مين هتبقى ايه هتبقى طبعا اللي هي الاجابة هتبقى الاجابة بي الاجابة بي ليه الاجابة بي يعني اكيد مش محتاجة ما احنا لسه نعملها قدامك اهو 6 معيار اسمه ده اسمه معيار الزجزاج 6 اللي هو شكل ايه اللي هو كده طبعا اللي هو عبارة عن كده 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 هو طبعا معيار الزجزاج ما احنا قلنا كده 6 5 انت كنك بتعمل كده بالزبط شايف حركة الماوس فوق تحت فوق تحت انك بترسم هرم تمام فستة نزلنا خمسة تلعنا اربعة نزلنا تلاتة تلعنا اتنين نزلنا واحد تلعنا سفر فدور على اللي سفر فوق هتلاقي الاجابة بي اي ان كان بقى اللي تحت ايه طيب تعال برضو في اللي بعدي اه اللي بعدي نفس الفكرة برضو تمام هتلاقي هنا سفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة معيار الزجزاج برضو ستة هتلاقي الإجابة دي ماشي السؤال ده بقى ناس كتير برضو كانت الموضوع والله ماشي يعني والله سهل يعني طيب بيقولك تمام يعني برضو ايه هو اللي بيكمل الحلقة دي تمام طيب الموضوع هنا انت هتستدل انت اللي هتحل يعني انت لما تجي تبص هتلاقي إن الشكل دة اللي هو اللي هو اللي هما الأربع مربعات اللي أنا بشاور عليهم الشكل دة مع دة مع دة مع دة كده اسمه خلية الخلية دي هي هي نفس الخلية كابي منها من اللي لزق جنبيها فبالكاد اللي هم اللي هايكونوا الأربع اللي هنا فانت هتستدل بالأشكال اللي هي هزا إحنا زي ما قلنا في هنا كابي فهين ده هيبقى نسخة منها تمام? فانت ده هنا شبهه هتاخد ده تحطه هنا فانت ارسم بقى الرسمة فين اللي هنا هنحطه هنا دور بقى انت هنا اللي هو ده فبي خلاص بي خلصت هنا اللي هو هنا ده هتحطه هنا انت بتاخد copy من الخلية اللي جنبك بتستدل بيها يبقى انت عندك اللي اربع مربعات ده الخلية لازق فيه مربع مربعات شبههم فاللي ناقص انت هتكمله من اللي شبهها يعني انت دي لازم تكون اختها هنا تمام مثلا دي اختها تبقى هنا دي ادي اختها هنا فدي برضو هتبقى اختها ايه هنا عفوا هنا ما انت دي خلاص اختها هتبقى هنا ودي جنبها هنا وهنت الارباع دول هم هم الارباع دول بنفس اماكنهم بنفس اشكالهم بكل حاجة فهنا معيار ايه اللي هو المكان تمام او الاتجاه اي ان كان عايز تسميها اتجاه مكان مع معيار الايه الشكل تمام فهتلاقي ان الاجابة بيه مع الاستقسام طبعا انت بتطلع وراء وقلم وبتحل الكلام ده هتلاقي ان الاجابة بيه هي الاجابة الصح طيب السؤال رقم 23 عشان ما نطولش بس لان معلش انا اسف ان الحلقة طولت بس انا مش بمزاجي والله انا عايز اوسط لك اوسط لك المعلومة باقصد درجة ممكنة عشان في ناس كتير فعلا مش عارفة الحل الاسئلة دي برضو نفس الكلام بس هنا الموضوع يعني اصعب شوية تمام الموضوع هنا يعني فيه تفكير شوية بس هو مش يعني مش تفكير ولا حاجة يعني هو الموضوع بسيط برضو مفوش اي حاجة هي الفكرة ان احنا برضو ايه هنستدل اللي هو بالربع ده تمام هنلاقي ان هو بدل اللي هو الارباع لجنبيهم لأ هيبقوا الارباع اللي فوشهم خلصت يعني بدل انت احنا الشكل اللي فات ايه خدنا الارباع دول خدنا دليل منهم من الارباع اللي جنبيهم لأ فانت هتلاقي ان الارباع دول هم هم الارباع اللي هنا فالشكل ده حطه هنا ماشي الشكل ده حطه هنا وهتاخد الأربعة دول وتكمل بهم اللي نقصين هنا ماشي فده هنا هو شبه أخوه ودي أخوه وهي وإحنا لسه إلين دلوقتي ده حطناها هنا فدي هتنزل جنبها هنا تمام ودي هتنزل جنبها هنا فلما نيجي نطبق الكلام ده هنلاقي إن الإجابة سي هي اللي بتحلل لنا المضوع ده تمام فهنا دي هنحطها هنا هي سي هي تمام خلاص وقلنا دي بتقابلها بالتقابل بالرأس هنا هي ماشي وانت كده انت أصلا مش بتعمل حاجة وما الاربعة دول بيقابلهم الاربعة دول فدي اللي ناقصها مين دي هتحطها هنا ككملها لما تيجي تدور أصلا على الشكل ده مش هتلاقي ولا هنا ولا اي ولا بي ولا دي فانت لو جبت واحدة خلاص عرفت الباقي خلاص انت خدت انت لو جبت حتة من الشكل دي عملا زي لعبة البازل بالزبط فانت لو جبت حتة من البازل خلاص خلصت فانت سي بالنسبة لك هي الإجابة اللي صح ندخل على السؤال اللي بعده ايه الشكل اللي هيخرج او اللي هو لا ينتمي او مش شبهه تمام السؤال ده انا شايف انه هو بسيط جدا ما فيوش اي حاجة يعني فيه ناس برضو كانت مكالكعة العملية والموضوع اصلا ابسط فخلينا نركز هنا في السؤال بس هنا بقى جايب لك ايه جايب لك يعني عندك خمس مستطيلات ادي ايه بي سي دي اي يعني فالخمس الاختيارات دول جايب لك فيهم كام شكل واحد اثنين تلاتة اربعة ده كده بتحس بشكل يعني خمسة ستة خلينا احنا نقعد نجرب كده المعيير مع بعض باعتبرا ان انا لسه واحد ايه شفت المنظر المتخلف ده ومش فاهم ايه ده انت اعمل ايه اعمل ايه هانا تمام ودي برده ادي تلاتة و تلاتة ستة، تلاتة و تلاتة ستة، تلاتة و تلاتة ستة SENSA في الموضوع ولا اي ابتكار يبقى ولا معيار لون ولا معيار عدد ماشي خلينا معاك للاخر طب يعني نبدأ نبص بقى ايه على حاجات بقى ايه يعني فيها بقى فكر شوية بص على السنايبر ده شكل مجعلس كده ويشد العين هنقيه ايه محطوط ما بين معينين سود فوق بعض ومربع جوه ايه جوه ايه خط افكي او كتر نفس الكلام في بي نفس الكلام في دي نفس الكلام في ايه معادة سي فالاجابة بالنسبة لنا الاربعة او الشكل الاد اوت بالنسبة لك هي سي ليه عشان السنايبر ايه واقع ما بين معينين ولكن المربع اللي واقع ما بينهم الطبيعي ازا في كل شكل مفوش كتر اللي فيه كتر اللي جانب بيه طبعا وده ما ينفعش فسيه طبعا من الاجابة الصح اخر سؤال عشان نقفل الحلقة بيقولك which figure is odd one out اه هنا بقى نركز شوية لان الموضوع برضو هنا بقى مختلف تعالى نعد هنا بقى ممكن احنا عدينا هناك الموضوع كان مختلف ماشي تلاتة هنا واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة ابيض اتنين سود اه اربعة ابيض اتنين سود اربعة ابيض اتنين سود تلاتة ابيض وتلاتة سود اربعة ابيض اتنين سود ايوا يبقى معيار الايه معيار اللون يا معلم فطبعا الاجابة بالنسبة انها تبقى الاجابة دي هي الاجابة الصح كده انا خلصت الاسئلة اه وقلت المعيار بتاع كل سؤال والحل بتاعه يا رب الناس تكون استفادت اه بعتذر على ان الحلقة طويلت لان انا كنت لازم مقفل الاسئلة دي يعني براكتس تست ريزون وان كده خلص خلاص ان شاء الله بامر الله انتظروني في حلقة قريبة تاني هنزل بتست وتو كله ان شاء الله بامر الله حل كله حاول ان انا اقسمه على حلقتين عشان ما نطولش ان كده تست وان انا حلت اول اربعة اسئلة كنت لسه بنعمل تست اللي بنشوف اللي عملية مشي ازاي وبعد كده دخلت في تاني ستة اسئلة خلصت لغاية السؤال الاثماشر يعني من خمسة الاثماشر كان حوالي سبع اسئلة او تمان اسئلة وبعد كده الحلقة دي من تلاتاشر لغاية خمسة وعشرين فانا كده الحمدلله خلصت الحلقة يا رب الناس تكون استفادت والناس تكون فهمت حاجة ما تنسناش بدعوة الموضوع بسيط ما تقلقش الامتحان اصلا عشان بس يعني احنا انا في الاخر انا بعمل اللي علي او انت بتعمل اللي عليك وغيرك بعمل التوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى انت ممكن تدخل تليه حاجات مختلفة بس انا بحاول ان انا فهمك هي ايه فكرة الاي كيو وازاي لان النوع ده من الاسئلة اول مرة كان يعد على الناس اصلا يعني الاي كيو اللي احنا كنا عارفينه اللي هو كان يجيب لك شجرة العيلة ومش عايف ايه والارقام وسلسلة ده اللي احنا نعرفه عن الاسئلة الزكاء لكن الاشكال اللي مرة واحدة دي ظهرت دي الموضوع بالنسبة للناس كان عمل لهم قزمة شوية فعشان ما نغيش كتير واطول الموضوع بسيط ما تصعبش حاجة عن نفسك وكله ان شاء الله هيعدي والناس كلها ان شاء الله تتوفق كل واحد يدخل المكان اللي نفسه فيه وعلى فكرة بس هو المعيار مش الاشكال ولا اي حاجة ولا دي طريقة انت تقيس بها ذكاء حد هو كل واحد ربنا سبحانه وتعالى مديله مهارة في حتة وقدرة في حتة يعني مفيش حاجة اسمها بان قدم غبي وكل واحد زكي بس في حتة معينة كل واحد جامد في حتة بتاعته فعشان ما طولش عليكم يا رب كون استفدتو لو عجبك الفيديو طبعا ما تنساش تعمل لايك وشير وان شاء الله نشوفكم في حلقات تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته